السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم يا مدير صايم ها خلينا اشرب عشان انت صايم ترى انا قاعد اصور في رجب عشان لا تقول انا مفتر هانتبه هدخلوا لي بعد انتقو جدكم من جديد يا مدير اخلاق مافيا هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم طبعا في رمضان ككل البلدان زي اي بلد تاني طبعا بلدان الاسلامية يكونوا صائمين الناس فيه في رمضان في النهار فاخلاق مافيا اللهم اني صايم ايوه يجي كأنه يتضارب معك يقوم يتبكر في اللحظة الاخيرة يقول لك اللهم اني صايم لكن للأسف ناس كتير يخربوه يتضاربوا في التشعر ممكن تتضارب معا عادي جدا يعني ما يفرش كده المهم انتبه لنفسك وانتبه لصيامك فالرسالة اللي انا حابب اوصلها من خلال هذا الفيديو تحديدا انه رمضان هي شهر التهديب شهر الجسد نبض الرجال شهر جسد نبض الحريب والناس الامة الاباد ككل رمضان هو شهر الختام اذا قلنا احنا نهاية شهر اقناشر من كل شهر افرنجي هو نهاية السنة رمضان هو نهاية السنة الايمانية للانسان انت تكون تسويت اشياء ايمانية كثير اه الذنوب والحسنات الله يكثر من من حسناتنا ويغفر ذنوبنا ويكثر سيئاتنا رمضان هو نهاية قفل الدفتر ليلة القدر لا تذكر ترفع الاعمال الى الله فتذكر اخي المواطن واخي المقيم واخي المسلم واخي من اي مكان قاعد تشوف هذا الفيديو متابع لابطاهم تذكروا انه رمضان هو شهر طيس سجلات حيدوك دفتر جديد صح دل حجة اخر شهر في الشهر الهجري لكن رمضان بالنسبة للشهور الاعمال يعني اعمالك الصالحة واعمالك الولايات بالله المش صالحة يطول سجل حقه في رمضان في ليلة القدر يودو يجيبولك سجل ابيض يلا يبدأ من الصفر فانت رايي دائما رمضان هو شهر الختام هو شهر ختام وجور حسناتنا في هذه السنة شهر اه كتابة المقادير طيب التالي لا تضيع وقتك فيه مع المباربة ما تضيع وقتك مع المشاجرة والمهاوشة ما تقول تأول الناس في الشارع ساكت ايه نعرف انت صايمة الناس كل صايمين خلي اخلاقك معك يعني قد ما تكون انت مضغوط حاول تتمسك باخلاقك وتذكر انك في شهر نهاية ختام الحسنات والاجور حيسلم خلاص يعني الدواصي هناك قايي يمشي خلاص بقان الله سبحانه وتعالى الدواصي هناك في رمضان بقايي يمشي عشان كده انت قد تشيل صبر تود بصيام قديل تستغطر كثير تذكر الله كثير تقرأ قرآن كثير تزيد من العمال الصالحات والباقيات الصالحات خير وابقى هذا طارق محمد من هذه الحلقة في رمضان ونتكون بصحة وعافية ورمضان كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة